صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشهد بالعلاقات الصنائية بين البلدين وبلقائه اليوم بالرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا تطلع الولايات المتحدة للتعاون الوسيق والتشاور المستمر بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة لسيما في دور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة هذا البيان جاء بعد لقاء سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي جو بايدن على هامش قمة جدة للأمن والتنمية ترجمة نانسي قنقر